شوفوا بقى هيسم أبو خليل هيسم أبو خليل ده عامل زي العبد اللي بيتباهى بفحولة سيدة هيسم أبو خليل ده واحد كده متعرفوش كده ايه كائن عنده عنده اطراب يعني عنده اطراب نفسي والله يعني هيسم أبو خليل واحد عنده اطراب ده اطرابش راجل ولا نص راجل متعرفوش اخوان ولا نص اخوان متعرفوش حقوقي ولا راجل متعرفش هيسم أبو خليل كده واحد كائن لازج لازج فعلا يعني كائن مخاطر يعني انا انا فعلا بشوفه يعني اكد اتقايا يعني بيقول ايه حزاري فقد الثقة في المصريين سبعة وستين مليون يحق لهم التصويت طيب فلا يغرنك قليل من المغايبين بص بق بص الحقير بيقول ايه فلا يغرنك قليل من المغايبين يبقى الناس اللي احنا شفناها في المغايبين والمرتزق والمنتفعين والمجبرين والمأجورين والطائفيين وعجوز الناكسة بقول الطابير الحقيقية كتفى 2012 ومش هتتكرر بقول له هيسم وبخليل والله والله الرد عليك عيب والله الرد عليك عيب وانت اكتر واحد عارف الاخوان عملوا فيك ايه ولسه هيعملوا فيك ايه بتحاول انت تداعب الاخوان مجددا وبتحاول تغزيلهم مجددا بس انا بقولك انت فعلا يا هيسم مش راجل وانت فعلا يا هيسم فعلا لست حقوقي ولا كاتب ولا محامي انت واحد مرتزق باجر لما تشوف اصوات الناس وصورة الناس ملايين المصريين من كل فئات المجتمع اللي انضف منك واشرف منك وانبل منك ومن جماعتك كلهم خرجوا في صعيد مصر في الدلثة مصر في بحري والصعيد في المحافظات الحدية في القاهرة في اسكندرية في كل مكان شباب ونساء وشيوخ وناس محترمين انضف منك خرجوا جاي تقول لي دون مغيبين ومرتزقة ومنتفعين ومكبرين ومأجورين وطقفيين وعجيز نكسة خسئتي والله خسئتي والله خرجوا في القناة